وفي سياق آخر ترأس غبطة البطريارك ماري لويس ساكو بطريارك الكنيسة الكلدانية في العراق القداس الإلهي بعيد قلب يسوع الأقدس واستهل البطريارك ذات القداس بدعوة المؤمنين إلى الصلاة من أجل راهبات القلب الأقدس كي يباركهن الرب من أجل أن تكون حياتهن صورة حية وشهادة حقيقية لقلب يسوع الأقدس ينبوع المحبة والرحمة كما طلب غبطته الصلاة من أجل العراق ومن أجل السلام في العالم وقال بأن كل شيء فان إلا العيشة تحت أنوار القلب الأقدس وعلينا أن نكون مسيحيين أمناء وغيرين وأن نبرهن على صدق إيماننا اشترك في القداس عدد من المطارنة والأباء الكهنة والشمامسة وجمع غفير من المؤمنين